بعد الحادثة دي أو بعد الصور دي غير وحصلت حادثة محطة مصر بنتيجها المحزنة وصور اللي راحوا فيها أو أصيبوا يا ربي يشفيهم ويا ربي يرحم اللي مات ولازلت على رأي طيبين دون تدخل في تفاصيل التحقيق ولا كلام السواء وهو بارد ليه ومتبلد الشعور ازاي أنا بتكلم على سلوك البني آدم اللي بيقول فيه غياب ضمير مرعب والسلوك محتاج لتقويم في المشهد كله سواء جرار طالع بيه من صيانة وخضط في زميله ونزل يتخانق بعد مساب الجرار علشان يدخل بأقصى سرعة على الصدادة الحديدية في الرصيف وفي ثانية ينفجر تنكي الوقود ويتحرق الناس في مشهد مرعب مرعب بكل تفاصيله ومبكي سواء ماتوا أو أصيبوا ويا ربي عفيهم ويرحم اللي مات لكن الحقيقة بتقول ان دي مش أول حادثة لأن كلنا عارفين أن ملف السكة الحديد أسوأ ما فيه البني آدم مش الآلة وأن البني آدم محتاج تطوير وتدريب وتعليم ورقابة وحسب لأنه مصاب بقصور مرعب وأنا هنا مش هقدر أعمم لأن أكيد فيه ناس محترمة الحقيقة دي الحقيقة اللي لكن هي حقيقة اللي لازم نوفى عندها فيه ناس كويسة لكن فيه ناس مرعبة لأن أصعب شيء بنواجهه هو الإهمال اللي هو فساد وما لوش مسمى تاني والإهمال والفساد هما الأرض الخصبة لأي إرهابي يشتغل عليها ما هو الإرهابي حيكرمش ميك جنيه ويدخل بشنطة ما تعرفش فيها إيه ما تتفتش أو يدخل بسرعة وهو بيجري والأمن ما يدققش ما هو الإرهابي عايز إيه أكتر من سواء زي السواء اللي ساب الجرار ونزل يتخانق مع زميله من غير ما يفكر في النتيجة الإرهابي عايز إيه أكتر من سواء جرار سبق وقفه لأنه مد من مخدرات والسؤال إزاي أرجعه تاني في مكان زي ده فيه أرواح بشر وعايز ناس فيئة ومصحصحة وملتزمة وسؤال أهم يترى بيتعامل له كشف دوري ومتابعة لخلوة دم من المخدرات ولا لأ؟ بيتعامل كشف للمخدرات عند سواءين السك الحديد ولا لأ؟ الإرهابي عايز إيه أكتر من فجيعة زي دي يشكك فيها في فعلنا وإنجازنا ويسيبنا نبكي على اللراح والمصاب أيوة طيبين حماية ناس مصر ومؤسسات مصر لازم يتم بتطوير أداء موظفين مصر وحسن حساب وتقييم مسؤولين مصر دورياً كل شهر مش لما تحصل حدثة أو أزمة مصر تعبت مننا ومن أداءنا كلنا بالمناسبة مسؤول ومساءل ثم الحقيقة إحنا محتاجين إعادة مفهوم الرقابة اللي مش مهمتها زي ما قلت من شوية الأبض على كل مرتاشي بكام مليون كل كام يوم لا أنا أسفة الرشوة مش هي الصورة الوحيدة للفساد ودي أزمة فكري وتقييمه محتاجين نراجع تاني أهدفنا الفساد يعني إهمال في أي موقف ومنوش درجات تتساوى فيه لما نرمي عقب سجارة في بنزينة مع كابل أريان زي اللي حصل مع رماس مع أداء موظف لازم يتفصل لو أداءه سيء ومش بيحقق نتائج ودي أزمة تانية بقى القوانين اللي ما يقدرش فيها مش المدير لأ الوزير أي وزير ما يقدرش في مصر يرفض موظف فاسد أو مهمل الحقيقة ما يقدرش القانون يمنعه أقصى حاجة ممكن يعملها الوزير لفت نظر رقابة إدارية نيابة إدارية جذاءات الحقيقة طب نحاسب الوزير إزاي أحاسبوا إزاي على منظومة البشر اللي بيودرها أحاسبوا إزاي من كام شهر وأفكر حضراتكم تم أحالة أكتر من سواء كانوا بيشربوا حشيش وهما سيقين الأطر للتحقيق كان أعتقد أنه في أغسطس 2017 السؤال دلوقتي هل ترفدوا؟ دي صورة الخبر عشان أفكركم بيها عشان ما نتفاجئش بس هل ترفدوا؟ خالص فنب إحنا عملنا لهم محضر ثم ماذا بعد المحضر؟ ولا حاجة ولا عقوبة ولا رفض ولا منع من أنهم يكونوا مسؤولين عن أرواح ناس يبقى إقالة أو استقالة الوزير هشام عرفات ليه؟ وهو أقصى عقوبة بإيده كوزير خصم أو جزء أو لفت نظر أو تحقيق أيوة ما ينفعش ولازم القانون يتغير وده دور مجلس نواب أتمنى أن يدرك أزمته التشريعية والرقابية فين تنفيذ قانون الخدمة المدنية؟ فين حيثيات تطبيقه؟ أجي بقى للمواطن اللي هو المسائل الموظف وأقول له يا طيب لو فاكر على شام بتصلي والزبيبة في راسك لونها بني لأن دي بكتيريا من الأرض مش علامة تقوى وأنك كده تبقى الحقيقة راجل مؤمن تبقى غلطان لو عملك وفعلك ما صدقش يقينك لو مش عارف مسئوليتك في حماية شغلك والناس اللي أنت مشرف عليهم وأن ده جزء مهم جدا بعلاقتك بربك يبقى أنت ملكش دعوة بالإيمان يا مولانا الحقيقة لو ماشي بمنطق على قد فلوسهم وهي كده مرضية برضو حرام العقد شريعة المتعاقدين أنت مضيت استلام عمل بمرتب معروف ما كانتش مفاجأة بالنسبة لك يعني أنت اللي مصر تتمرغ في تراب الوظيفة لأنها مريحة وما فيهاش وجع الدماغ وما فيهاش حد بيحسبك ومش عاوز تتعب ولو بتعمل كده أطمنك أنت بتأكل عيالك حرام وعمر ربنا ما حيباركلك فيهم خلينا نقولها تاني وبصراحة ونواجه نفسنا إذا أنت بتتعامل مع الدولة بمنطق على قد فلوسها ومنين والتزاي والفلوس قليلة وأنت اللي راضي قدم استقالتك وروح اشتغل في مكان تاني يا فندم ورين مهمك ورين قدراتك ورين تقييمك لذاتك قد إيه لو أنت بتعمل ده وبتاخد الفلوس دي يبقى أنت بتأكل عيالك حرام والحقيقة النبت الحرام ربنا ما يباركش فيه نيجي بقى لحدوتة السواء هل ممكن يكون إخوان أو الحادث مدبر إرهابيا أقول لك ربما لا ممكن جدا أقول لك لا جايز يقيني بس مين اللي سابه يشتغل ويكمل شغله هو إخوان في مكان فيه أرواح ناس مين اللي مش مرائف فعله مين اللي مش متابع أداؤه وتقييم هذا الأداء كل شوية طيب فيك مواحد زيه في مؤسسات كتيرة فيك يا مصر كم واحد حينفذ أوامر الجماعة ويضيع أرواح علشان هو بيتعامل بمنطق السمع والطاعة وسيبان عقله مع جزمته على باب الجماعة وفكركم من 3-4 سنين في 2014 و2015 انتشرت عمليات تفجير أبراج الكهرباء فاكرين؟ بعدها على طول اتخذت الدولة في وزارة الكهرباء يعني مواقف حاسمة وضرورة مراجعة الموظفين صح؟ صح احنا فين في بقية المؤسسات؟ ليه نستنى الأزمة؟ محتاجين ردع لكل فاسد وإرهابي بتهمة تعريض حياة الناس الخطر وقولها طيبين تاني وكررها اهملنا وفسدنا أرض خصبة للإرهاب اهملنا وفسدنا مرتع لإرهابهم لازم نعيد بناء الإنسان ونختار صح في أي مكان بنقوم بتطويره قبل تصغيره